السلام عليكم معكم دكتور سليا محمود إريطان النهاردة هنتكلم على الكورس المتكامل لزيادة الوزن كورس علاج النحافة يا دكتور الكورس المميز اللي عيعالج النحافة وعيزود الوزن بدرجة كبيرة وبطريقة طبيعية أنا أتكلمت قبل كده في فيديو قبل كده عن إزاي تضخم بمنتجات طبيعية النهاردة هنتكلم كورس تفصيلي وكورس إجمالي لكل إزاي الوحدة أو الشخص يدخن بطريقة طبيعية وبدون أي أثار جانبية أول حاجة النحافة دي أسبابها كتير أسبابها ممكن يكون أنيميا سوء تغزية لازم عمل صور الدم كمان ممكن يكون نتيجة أمراض لو في مشاكل في الغضة الدراقية لو في زيادة أو فرط نشاط في الغضة الدراقية ده عيزود معدل الحرق والشخص ساعتها عيخس فدي أحد الأسباب برضو التوتر والتفكير لأن ده برضو عيأثر على الشهية وين الشخص يبقى عنده قابلية لأنه يأكل كويس كمان سوق الهضم عشان كده تحليل براز مطلوب اللي هو لو فيه سوق هضم أو فيه ديدان أو أميبة أو جيارديا كل الحاجات دي لازم الأول نعالجها ونعالج سوق الهضم عشان بعد كده الشخص يقدر أنه يأكل بصورة كويسة ويدخن بطريقة طبيعية طيب إيا دكتور الكورس المتكامل لعلاج النحافة أول حاجة معانا بودرة طبيعية اسمها إيجي جروس بودرة البودرة دي بودرة مميزة واتكلمت عليها قبل كده إيجي جروس بودرة مزيدة لنا طعمها حلو طعم الكاكاو وفيها بروتين عالي فيها اللبن منزوع الدسم وفيها الوي بروتين وفيها كمان اللي هو لبن السرسوب البقري وكازينية الكالسام وفيها جانين الأمح وفيها كمان مادة المالتو ديكسترين وفيها الليسيسين وفيها فيتامينات ومعادن كتير كلها حاجات طبيعية أمان للأطفال من عمر ساعتين وأمان للكبار كمان البودرة دي بتساعد أن الشخص يتفتح الشهية والشخص يأكل بطريقة طبيعية ويأخذ بروتين بطريقة مناسبة وطريقة كويسة وبنسبة متوازنة استعمالها للأطفال باخد معلقة صغيرة أو تنم معلقة صغيرة ويأخذها على كباية لبن أو عصير ويأخذها من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم بعد الأكل وبالنسبة الكبار أخذ معلقة كبيرة أو معلقتين كبار ويأخذهم على كباية لبن أو كباية عصير واستخدموا ثلاث مرات في اليوم أو مرتين بعد الوجبات واستمر على البودرة دي من شهرين لتلاث شهور العلمة الإيجي جروس بودرة سعرها عام 43 جنيه ومتوافر في جميع السيدليات واللي ملاقيش إيجي جروس بودرة في حاجة اسمها بريما جروس في عنوعين الكبار والأطفال وفيه كمان الجروس فرميولا وفي عنوعين الكبار والأطفال الميزة في إيجي جروس أنك يعني ممكن نسلم الأطفال والكبار عادي جدا تمام؟ طيب كمان عن استخدام لأقراص الخميرة أقراص الخميرة طبعا الناس بيقولوا أنها مش متوفرة في السيدليات هي بدأت تنزل تمام؟ ولكن اللي مش لها أقراص خميرة يأخذ أقراص خميرة ميباكو يأخذ حاجة اسمها تروزيم أقراص خميرة تمام؟ يديه يديه تمام؟ زي محطتكم شايفين أهو تمام؟ يأخذ حاجة اسمها إي يست أقراص يأخذ حاجة اسمها سوبر يست أقراص يأخذ أقراص خميرة أي نوع أو أي شركة متوفرة يعني بأي حاجة خلي بس السيدلي يكتبع عنده ويطلب أي شركة موجودة في كل شركات التوزيع سواء أقراص الخميرة بتاعت ميباكو أو أقراص الخميرة اللي هي التروزيم طيب أقراص الخميرة الميباكو دي عملة 9 جنيه ونص وأقراص اللي هو التروزيم أقراص سعرها عامل 30 جنيه هما الاتنين تقريبا فيهم بودرة خميرة جافة بتركيز 500 ميلي جرام طيب الميزة في الخميرة إيه بقى؟ إن فيها فيتامينات ومعادن وفيها فيتامين بي مركب اللي بيساعد على فتح الشهية بدرجة كبيرة وفيها حديد وفيها معادن كتير الخميرة غير إنها ممكن تفتح الشهية وتزود الوزن ممتازة جدا لنظارة البشرة وتزويد الخدود وتوريد الخدود كمان ممتازة جدا للشعر كمان ممتازة جدا لصحة المعدة والأمعاء طيب استعمالها من أرص الأرصين بعد الأكل بساعة ثلاث مرات في اليوم وساعات لو ناس عايزين يستخدموها إنهم يسدوا الشهية بياخدوا أرص قبل الأكل بساعة أو قبل الأكل بنص ساعة ثلاث مرات في اليوم ولكن استخدامها الأساسي هو لزيادة الوزن فبستخدم أرص الأرصين ثلاث مرات في اليوم بعد الأكل واستمر عليها شهرين لتلات شهور اقراص الخميرة عايز اقول عليها حاجة عشان الناس كتير بسبب بدوده وبتعمل مشاكل وبترفع لاخد دم اقراص الخميرة امنة وطبيعية تماما هي اكتر حاجة لو حد عنده حاسية منها ما ياخدهاش لو خدت جرعة كبيرة وانا المعدة مش مستحملها ممكن يعمل انتفاخات الناس اللي عندهم صداع نصفي ياريت يخدوها بحظل لانها ممكن تأدي الى انها تزود الصداع النصفي كمان الناس اللي هم بياخدوا حاجة اسمها مصبيات المونامين اكسيديز اللي هو مونامين اكسيديز دي مؤدوية بتعالج الاكتئاب ودي بيصفها طيب المختص ده لو خدتها مع الخميرة في نفس التوقيت ممكن تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم شوية تمام طيب الاراس الخميرة عن استمر عليها شهري لتلات شهور كمان عن استعمل حاجة تفتح الشهية وحاجة برضو في اتماعاته معادل معاها اللي هو زينكترون كابسولات زينكترون كابسولات اده شكل العبوة ايه الميزة في الزينكترون ده اول حاجة العلبة فيها تلات شرايط وده شكل الشريط من جوه اده زينكترون شكل الكابسولات واده ظهر الكابسولات او زينكترون كابسولات اه الكابسولات دي الميزة اللي فيها انها فيها خمس مواد تعتبر مغزية مفيدة جدا هي فيها الزينك وفيها النحاس وفيها فيتامين سي فيتامين جيم يعني وفيها فيتامين بي ستة وفيها ستراس بايوفلافونايتز الزينكترون الميزة اللي فيها انها فيها الزينك وده يعمع عروب انه دور الكبير انه يفتح الشيئة هو فيتامين بي ستة والفيتامين سي كمان ممكن استخدمه انه يقوج هز المناعة وكمان مفيد جدا للشعر والحب الشباب وكمان الزينكترون مفيد لعلاج الخصوبة عند الرجال ضعف الخصوبة عند الرجال الزينكترون كمان فيه زينك يساعد لتقامل جروح كمان الزينكترون بيساعد انه يفتح الشهية بدرجة كبيرة استعماله كابسولة كل يوم بعد الفطار الميزة هنا ان الفيتامينات والمعادة محملة على احمد امينيا فده عايزود الامتصاص كمان الزينك معاه فيتامين سي اللي عايزود امتصاصه فعايبقى تأثيره على المعدة تأثير خفيف الزينكترون كابسولات علبة 30 كابسولة عامل 40.5 سعر الشريت 13.5 سعر الشريت 13.5 تمام؟ مع طبعا انه انا لازم نشوف سبب نقصان الوزن لو فيه انيميا ممكن اخد فريجلوبين كابسول او فريترون كابسول كابسولة كل يوم بعد الفطار لشهرين 3 شهور او اخد برافوتين الكاس عبارة على لاكتوفيرين كسينة على نص كباية مية قبل الفطار لمدة شهر ممتاز جدا في علاج الانيميا ولو فيه مشاكل فيه المعدة والامعاء لازم تتعالج لو فيه مكروب حلزوني لازم يتعالج قبل ما اخد علاج النحافة لو فيه جرسومة مادة ليسألك قبل علاج النحافة كمان لو فيه سوق هضم او توفيليات او فيه مشكلة لازم اخد علاج الديدان والتوفيليات الاول كمان الناس اللي عندهم مشاكل في الغضة الدراقية لازم لو فيه فرط نشاط لازم فرط نشاط يتزبط عن طريق طيب المختص واخد بعد كده علاج النحافة بعلاج النحافة الكرس المتكامل ايجي جرس بودرة باخد اطفال معلقة صغيرة ومعلقتين على كباية لبن او عصير مرتين ثلاث مرتين في اليوم واستخدم اقراص الخميرة سواء اقراص خميرة ميباكو تمام او سواء التروزيم اقراص او اي نوع الخميرة او السوباريست او الايست واخد قرص بعد الاكل بساعة او قرصين بعد الاكل بساعة 3 مرات في اليوم وده عمل 9.5 او 30 جنيه او اي شركة بأي ساعة لما فيش مشاكل وعندنا الزين كترون كابسولات الكابسولات دي فتح للشاهية وبتساعد على التقوية كتير جدا وفتح الشاهية وزيادة الوزن الزين كترون كابسولات بتاع كابسولات كل يوم بعد الفطار وامشي على الكرس العلاج ده شهرين لترات شهور وان شاء الله عتلاقوا نتيجة كويسة جدا وقبل منسة وقبل الفيديو فيه حاجة برضو ناس سألوني عليها كتير اللي هي زبنة الفول السوداني زبنة الفول السوداني ما حاجات كويسة جدا اللي فيها كمية من الفيتامينات والمعادن واللي بتدي سعرات حيارية كتيرة بس ممنوع علي الناس اللي عندهم حاسية من الفيو السوداني او انيميا الفول وبتباع في السوبر ماركت او سيدليات ما فيش مشاكل ما يتهش في السيدليات عتلاق في السوبر ماركت او الهايبر ماركت واخد منها لأطفال معلقة صغيرة للنفس تحب اشتعمها احط معاها معلقة عسل على في رغيف العيش تمام مرة الصبح كل يوم ونفس الكلام للكبار باخد معلقة كبيرة من زبنة الفول السوداني بعبارة عن عبوات تمام وحطها في رغيف العيش عادي خالص وحط عليها معلقة عسل الناس اللي هم ما بيتقبلوش الطعم قد كده برضو مرة بعد الفطار يارب الفيديو يكونوا عجبكم ويارب تكونوا استفادتم سلام عليكم